أهلاً وسهلاً مشاهدين الكرام في برنامج ضيف أنفاس ضيفنا اليوم إبراهيم فهمي رئيس الجمعية المغربية لتضامن مع حوادث الشغل والأمراض المهنية وذلك لتصلت الضوء على الإشكالية المطروحة أمام تعويض ضحايا حوادث الشغل أهلاً وسهلاً أستاذ إبراهيم فهمي مرحباً بك الله يباك فيك بداية إبراهيم أردنا نعرفه بالجمعية ودوافع تأسيس دياله الجمعية هي الجمعية المغربية للتضامن مع ضحايا وتشغل الأمراض المهنية تأسس مؤخراً ستفشار سبعة والدوافع اللي جعل التأسس هو باش ندافعوا الحقوق للضحايا حوادث الشغل الأمراض المهنية وباش نكونوا نتضامنوا وندعموا ونساندوا وندافعوا ونطرافعوا من أجل غدين أفضل لضحايا حوادث الشغل الأمراض المهنية نتعم والمطالب الآنية ديال الشغلية والضحايا المصدرين محاودت الشغل المطالب هو عندنا مرسومين كانوا تأخروا في الإخراج ديالهم اللي هو المرسوم ديال 2013-2018 و2018-2023 كان هنا عدة إشكالات من بينهم المسائل العجل المالي والعجل التقني اللي كان عنده تأثير كبير على الصندوق وعلى هاد الميل في هذا والحمد لله الوقفة اللي كنا ندرنا في شهر خمسة بينات لينا كانت وقفة وحدة أو فين ندرتها أمام وزارة تشغيل لأنه كان عندنا إشكال ما كناش عارف نشكل الوزارة الواصية لدينا لأننا مع الحكومة الجديدة كان تغيير الهيكلة وديل الحكومة وتحول هاد الميل في ديالنا للحماية للشماية من وزارة تشغيل إلى وزارة الصحة قمتم بوقفات حيجاجية أخرى؟ قبل منها كنا ندرنا مراسلات عدة مراسلات فرضية كنا صيفتنا الوزير صحة 800 رسالة فرضية على الصعيد الوطني ومن بعدها صيفتنا 1200 رسالة رئيس الحكومة بدون جواب وكنا رسلنا الواسط وكنا ندخلنا البرلمان وكان دارت أسئلة كتابية وكنا ندخلنا المسجل المستشارين تهيد دارت أسئلة كتابية جوابوا عليه ولكن الجواب كان غير مقنع داباك يقول بأن القانون وتطبيق دياله اللي هو القانون 18-12 باش يولي عند وزير الصحة الصلاحية باش يوقع ويؤشر على طلبات باقي لحد الآن كان داز في المجلس الحكومي في شهر سبعة ودابا حاليا كنت مجلس مستشارين اللي خصوية صادقة عليه وآخر المعلومات اللي عندنا هو خصوص الوزير يذير طالب باش يصرع به باش يدوس غير يدوس في المجلس المستشارين ويدوس في مجلس الحكومة ومن بعدك يخش بجالة الرسمية وكي يقول لي الحق عند يعني قانوني عند وزير الصحة باش يوقع ويؤشر نعم وشتي هي المطالب الأخرى عدنا عدة مطالب من بينها خرج المرسومين هي اللولة ثانيا عدنا الإشكالية دي الصندوق الزيادة في الإعراض والتمويل دياله يعني المساهمة التأمين وإعادة التأمين لي عرفات وحد الانخفاض في سنة 2008 من عشرين وصلت لل الـ 12 وفي عهد يعني هذي كان في عهد الحكومة ديالدريس جد وفي عهد الحكومة ديال ديالعباس الفاسي هبطت من 12 لـ 8 نعم إذن هذي مبادرة خاصة من الجمعية لا هذي الإصدار المراسي نعم وبقات في 8% حتى الـ 2019 عبد الزيت بجوج يعني ولات عشرة الوزير كان عطف الوزيرة المالية كانت قد أنها غير ارتافة على 13 وغير ارتافة لـ 15 هات السنة ما عرفناش واش تطبق ولا ما تطبقش لعنما عندناش ما يوفيد وكننا سوئناهم في الاجتماع الاخير مع وزارة الصحة وعدنا الإشكال الكبير هو الناس ديال اللي كيموتوا في 2023 عندهم الحق من هذيك الاستيفاد ديال الأثر الرجعي ديال هذي المرسوم بكيستفدوش منه طلبنا من الوزارة أنه يبدو يستفدو وعدونا غير ديروا دراسة وانتصننا واش غير يقولوننا لأن الناس اللي كيموتوا في 2023 راه في 2018 كان حي خسويا وخسويا يخذ 2013 2018 وخسويا يخذ 2018 2023 وخسويا يستفدو منه والمشكل اللي كيبال ينا كبير كبير بزاف وصراحة مظلومين في ضحيحة وتشغل الأمراض المهنية هو المسألة لأن الإنسان حادثه تشغل في 2021. دو السنة الإيراب دياله، الرأس المال دياله تزل الصندوق ديال السيداجي. كل مرة وش حالك يزعل حساب الإنسان الإيراب دياله وش حالك يخدام وعجز وكذا. كيدزل واحد المبلغ. ذلك المبلغ يتحط في الصندوق. كي بدي تخلص منه. إلا توفى بعدها بستة شهر والعام، الضحية ممكن تخلص إلى الزوجة، إلى اليتامة، وكيدزل. كمشي إحسائيات عدد ضحاية حودي تشغل تقريباً؟ ضحاية حودي تشغل بحالياً في المغرب كانت قرابة 73 ألف ضحية في المغرب. والإشكال اللي كانت للأخر هو أن كانت 73 ضحية اللي كانت تأخذ الإيراد، وكانت تعدد 30 ألف اللي كانت تأخذ زيادة في الإيراد. وكانت تحضرنا معهم في الصندوق، وطرحنا عليهم أن تبدأ تدوز هذه المسائلتي القائية أوتوماتيك، لم تقبلوش، قال لك دروري خسوة دير طالب، وكانت الناس في الجبال، كانت الناس في أقادير، كانت في ورزازات في المناجيم، اللي ما عارفين ما تبقى هذا الأمر هذا. نعم، وفي هذا المسروع دي الحباية الاجتماعية، كيف كانت تغييرات فيه مع المطالب دي الضحايا حوديت الشغل؟ التغييرات لا يوجد شيء كثير، ولكن الأشخاص اللي كانت الضحايا حوديت الشغل، بدأوا يبحثوا، يعرفوا، الحمد لله كانت العلماء، كانت الانترنت، الناس كانت يبحث، كانت يقلب، كانت تعرف، هذا يجعل الناس يعرفوا، هذا الأشخاص اللي يأتي من هنا القدام، هو أن الضحايا يكتروه، كان اللي كانت عارف، يكتر تطلب زيادة في الإيراد، يكتر هذا، الوزارة الواسية يجب أن تكون قدد الحمل هذا، لكي يجب أن تصدر برنامج استباقي، لكي لا يتوقع على المشكلة، لكي نقول لهم، نحن أكيد المشكلة. نعم، وبالنسبة للأوراش المقبلة، هل ستشغلوا عليها في الجميع؟ الأوراش المقبلة، هل ستشغلوا عليها، هو لدينا بزيادة الأوراش، ومن بينها، هذا اللي قد بدأت توريت، وأن هذا المراسيم، يجب أن تخرج تلقائيا، لا يبقاش متسننوا، أن الضحايا يجب أن يدير وقفها، أو يمشي يدير طالب، أو يطلب، لكي يدوز للمرسوم، وصل الوقت دياله، كان وزارة وصية، أوليه يجب أن يتخرج، وبنه ما نهضرها مهام، ونوقفنا، سوف يخرج من الضحة لفل ٢٢٣، من ٢٢٢١ ٢٨٢، ثم أن يصل إلى ٢٢٢، ونكون مهيئين، وموجدين لمالية، موجودين مسائل خليها، كل هذه التقنية والمالية، يوصل لوقت دياله، وخريج للمرسوم، الجميع، أنت تستاعد من تنظم أيام دراسية مقبلة؟ نعم، لدينا أي موضوع. سنجعله يوم دراسي بالتعريف بالقانون ١٢١١ لكي يتعرفون الضحاية ويعرفون الرأي العام ما هو؟ ما يتعرفون الخصوصيات اللي عنده؟ القوانين اللي يدافع بها على ضحاية وتشغل الأمراض المهنية واللي يقولها اليوم ثانياً الأمر اللي عندنا بزاف هو بغينا الضحاية وتشغل الأمراض المهنية يكون عندهم خدمات إجرماعية إنسان قدوا عليه رجلين كل رجلين كل رجلين كل رجلين الأبناء ديالهم ساكن ما عندهوش خاصة دليم خدمات إجرماعية خاصة تكون عندهم الأولويات من المخيامات من دور في الجامعة من مقرات من المقيمسات وهذا غنطرقوا لي كل مرة بشوية بشوية لأنه عندنا برنامج غنمشيوا عليه إن شاء الله السنة المقبلة لك من الله سبحانه وتعالى وقيم حين وغادي يكون إن شاء الله الخدمة زينة إن شاء الله نعم السبراهيم مرحبا شكرا جزيلا بارك الله فيك الله يزيزك شكرا مشاهدين الكرام على حلسنا المتابعة ونظر لكم مواعيد جديد